إلى خبرنا الأخير حيث تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس يوم الثلاثاء المقبل الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري ويشاهد من الدول العربية مع عداء المغرب وموريتانيا وجزر القمر إذ ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق تليها بلاد الشام ونصف الشمالي من الجزيرة العربية ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط وحذر مركز الفلك الدولي من النظر مباشرة نحو الشمس ووقت الكسوف بدون استخدام النظارات الشمسية الخاصة لرصد الكسوف والمرشحات الخاصة لما فيه من خطر على العين